ما يدرك فيك شيخنا عندنا شركة وعندنا مزفين وبيتعمل حالة تبع شركات تسمى الشركة التأمين الكبية معظم من المزفين يبقى عندهم مثلا أبرار بيتعبوا بيراني بعزل علاجه بغير في شركة التأمين الكبية ده يبدو تخلي التامة من المصارفة البواع معروف مفهوم القصة مفهوم السؤال السؤال ده لا تحكمي لا لا أشترك له في التأمين الكبية والله أنا أنصحك بشيء لأن التأمين طبي له مشاكله من الشرعية الأموال تدعى في البنوك وفي الغرر وكذا أنا أنصحك بشيء تأمل لهم عندك في المحل شركة تأمين يا جماعة أنقصم من كل واحد نفس المبلغ اللي بتقصمه شركة التأمين وأنا نعمل صندوق ونشغل لكم الأموال في الحلال والذي أمرض سنعالجه في حدود كذا كذا وعند التخارج نشوف نثبته في كم في المال في صندوق ويأخذ نثبته ويمشي يعني ممكن تأمل أنت شركة تأمين مصغرة بالضبط الصرايا في عملك إذا كان عندك العمال كثيرون وده أحسن وسركها قوم من قبلك ابتعد عن الشبهات وثمروا للناس الأموال في الحلال وإند التخارج كل واحد يأخذ نصيبه إذا لم يكن شركتكم أنتم نحن ندفع الموظف هو ما يدفعش انت مجبر ولا مختار المشكلة ان الموظف حسب المدارة فلما بتكون الشركة المدارة مش فيها فيها عزوف كتير من الناس اللي بتشتغل طب انا اقول لك حاجة ممكن تعملها هل ممكن توطل كل واحد نسمته المالية هو يتصرف بعيد عنك في التأمين هيبقى مش حينساعد ها؟ يعني انا مثلا ممكن ادفع على الموظف الواحد مثلا مدلع الفين جنيه في السنة اه هو ممكن استفاد بكتير يعني هو اطلا يعني المستشفىات بجداري جدا جدا في الخدمة مع الشركات التأمين دي انت الخدمة فيها خص مقصة من خصة ستة عينة المائين يعني انت هو في عملية اين عارف من تمتبي اخذوا اكثر من حقوقهم وممكن يدعى انه مريض وليس من مريض بس انا بكلم عن حل المعاملة امام الله لا ابني على مثلا المبالغ المتحقيقة قليلة او كثيرة او الفيضة المتحقيقة للأفراد فقط لا ابني على حل الموضوع امام الله اه الموضوع امام الله ان شركة التأمين من تأخذ هذه الاموال تدعها في البنوك او تؤمن في شركة التأمين اكبر منها المريض الشخص المؤمن عليه قد يأخذ مبلغ اقل وقد يأخذ مبلغ اكثر من الذي دفعه اشتركوا في القناة